للشدائد قصة يحمل معاني كثيرة نحتاجها في حياتنا فإن كل واحد مننا يتعرض للشدائد ويتعرض لأحداث هذا الزمان فيحتاج في هذا الأمر أن يتعرف على قصص السابقين وكيف واجهوا هذه الشدائد وكيف تجاوزوها وكيف صاروا ممن يتأسى بهم في هذا المقام فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد الشاكرين الذاكرين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أخونا الكرام حياكم الله أخوات الكريمات مع لقاء متجدد من برنامجكم للشدائد قصة وقصتنا اليوم هي مع شدة من الشدائد التي مرت بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شدة كان فيها كسر للباب باب الفتن التي انهالت على الصحابة بعد كسر هذا الباب هو باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحصين الذي حفظ به الدين وانتشر به الإسلام واعتز به المسلمون كسر هذا الباب باستشهاده رضي الله عنه وأرضاه وكان في قصة استشهاده شدة من الشدائد نستعرض جانبا من جوانبها لا سيما فيما يتعلق بصبيحة ذلك اليوم الذي قام فيه رضي الله عنه وأرضاه قام فيه ليصلي صلاة الفجر وكان إذا صلى الفجر بكى بكاء يسمعه المصلون في آخر الصفوف ويعرفون قوة صوته وجهوريته رضي الله عنه وأرضاه فلما قام يصلي قام إليه عبد يقال له أبو لؤلؤة قام إليه بخنجر بخنجر مسموم بخنجر كان في طرفين يطعن بطرف الأول ويطعن بطرف الثاني وحشاه سمى سمى زعافة ونوى أن يقتل هذا الصديق وهذا البطل البطل وهذا الصحابي المحدث أبي حفص رضي الله عنه هذا الصحابي الذي اعتز به الإسلام سنوات طوالا الذي وصل فتح المسلمين في أهده شرقا إلى بلاد فارس كلها وغربا إلى مصر وفلسطين وبلاد الشام وغيرها من بلاد الروم وأتز المسلمون عزة عظيمة لم يكن المسلمون يتصورون أن يعيشوا لهذه اللحظة المؤلمة لهذه اللحظة القاسية التي قام بها ذلك الغلام أبو لؤلوة المجوسي التي قام بها وطعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي صلاة الفجر ثم طعن ثلاثة عشر رجلا وراءه مات منهم سبعة من ذلك السم لكن عمر رضي الله عنه أصيب وجرح ووصل السم إلى جسده ونخرت تلك الطعنات في جسده الكريم ثم حدث في هذه الأثناء بعد أن استخلف عمر رضي الله عنه وجعل على الإمامة استخلف عبد الرحمن بن عوف فأتم الصلاة ثم سأل من الذي قتلني فلما علم أنه ذلك الغلام غير المسلم حميد الله أن الذي قتله ليس بمسلم وأن هذا القتل هو شهادة بإذن الله تبارك وتعالى ماذا قال عمر رضي الله عنه بعد أن علم أن الذي قتله أبو لؤلؤ الغلام الذي كان غلاما للمغير بن شعبة رضي الله عنه قال الحمد لله أن لم يجعل ميتتي على يد رجل يدعي الإسلام أي رجل من المسلمين بل إنه كان من غير المسلمين ثم قال قد كنت أنت وأبوك بعد أن علق على يعني كثرة الغلمان في المدينة حدث ابن عباس بحديث بيّن فيه عدم قبول أن يكون غير المسلمين في المدينة ماذا قال له نعرف هذا بعد هذا الفاصل اليسير بتيسير الله القدير بالقرصة انتظار بن وصممم رحل ايضا شكرا أنتظار بن وصممم محمد ايضا ايضا خاننا حياكم الله إخواني الكرام حياكم الله أخواتي الكريمات وما زلنا مع هذه اللحظات الأخيرة من حياته عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن طعن وبعد أن بين شر وجود هؤلاء غير المسلمين في المدينة وأن من شرهم أن الأمر وصل بهم أن يغتالوا خليفة المسلمين فماذا كان بعد ذلك وبعد أن أصيب في المسجد نقل إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه فاحتمل عمر رضي الله عنه إلى بيته يقول الصحابي عمر بن ميمون قال فانطلقنا معه في هذا مع هذا الأمير المؤمنين مع عمر رضي الله عنه انطلقنا معه وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ يعني فعلا كان يعني إصابة عمر رضي الله عنه وصقوط عمر في تلك اللحظة من أعظم المصائب ومن أعظم الشدائد على المسلمين في ذلك الزمان يقول كأن الناس لم يصابوا بمصيبة قبل يومئذ قبل هذا الموقف بإصابة عمر بن الخطاب خليفة المسلمين وأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه فقال قائل لا بأس وقائل يقول أخاف عليه ففي هذه الأثناء طلبوا له طبيبا فأتى إليه طبيب وأشربه شراب يريد أن يرى أين يذهب هذا الشراب فخرج هذا الشراب من بطنه أي أن الأكل أو الشرب لا يمكث في بطنه وجاء طبيب آخر فشخصه وأعطاه لبنا فشربه ثم خرج من بطنه فقال له الطبيب الذي كان من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين اعهد يعني هذه الإصابة التي أصبت بها والطعنة التي طعنت بها وصلت إلى حد لا يمكن أن تعيش بعدها أبدا بالخبرة الطبية لذلك الطبيب بيّن له أنه لن يعيش بهذه الحالة فقال رضي الله عنه وكان خبيرا وكان يعرف وكان حكيما يعرف جربته الحياة وجرب الحياة وعرف تفاصيلها وأكرمه الله بعلمي الدنيا والدين فقال رضي الله عنه صدقني أخو بني معاوية أي الطبيب وكان أخا لبني معاوية قال ولو قلت غير ذلك يعني لو قلت أن الإصابة بسيطة وأنك لن تتأثر بها قال كذبتك لأن فعلا إصابة خطيرة وإصابة قد تكون سببا في وفاتي فعلا علم عمر هذا الحدث ورد على الطبيب بهذا الرد فقال ابن عمر رضي الله عنه فبكى عليه القوم حتى سمعوا ذلك بكى الناس لما علموا هذه الإصابة ولما علموا أن هذه الإصابة ستكون سببا في وفاته وأن الأطباء قد أيسوا من حالته الطبية وأنه ينبغي أن يعهد وأن الحياة لن تكون في مستقبل أيامه بكى الناس وأصيبوا بمصيبة عظيمة وبدأوا يتوافدون عليه يزورونه ويعزونه ويقولون له له من الكلام الجميل وهذه رسالة مهمة جدا إلى أن الإنسان إذا أقبل على الموت فإن الناس يجب أن ترجيه وأن تذكر له الأعمال الطيبة التي كان يقومون بها لأنها اللحظات الأخيرة وكما قال صلى الله عليه وسلم قال الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء بهذا القدر نكتفي وإلى تتمة القصة في حلقة قادمة إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته